طيب خلونا نروح طبعا سريعا لنهاردة المطش الأبرز زمالك وسوار وكمان حنستعرف بها الفرق المصرية في الدوريات والبطولات الأفريقية شفتم ازاي تابعتم ازاي أداء زمالك النهاردة وسوار الغيني أنا شايف أنه عموما الزمالك فاس باللقاء منذ أن نجح مجلس الزمالك في نقل اللقاء للقاهرة فكرة أن أنت دايما تلاعب يعني هو صور يعتبر التصنيف التالت في المجموعة ولكن المجموعة كلها ما فيهاش فريق بارز غير الزمالك فأول ما تنقل اللقاء للقاهرة تحس أن المباراة بتنادي الزمالك للمكسب يعني حتى الجمهور كان رايح النهاردة بدور بقبل كبير جدا في المكسب الفوارئ الكبيرة التاريخية والفنية نقطة توضحية يا جماعة المطش النهاردة المفروض يكون في غينيا إلا أن الاستداد في غينيا مش على المعايير لا تطابق المعايير الدولية لإستضافة المباريات الدولية فبالتالي كان لزاما يعني أن المطش ينتقل بره يتلعب بره غينيا فإدارة حال الكورة هنا كمان عرض أنه هو إدارة الزمالك طلبت أنه بدل ما يروح أبيتجان عرضت عرض مالي على الفريق نوع يستضيفهم ويدفع هو التذاكر وكذا وده ممكن يوفر للزمالك التذاكر اللي كانت حتتبعت لأبيتجان اللي الزمالك حيسافر بها أبيتجان وفي نفس الوقت بيسبح باستضافة الفريق فده كان قرار موفق جدا لعب اللقاء في القاهرة كان يعني نقطة حاسمة جدا للزمالك رايح الزمالك فنيا ونفسيا وبدنيا وكل الحاجات دي فظهرت الفريق الكبيرة جدا اللي بين الزمالك وبين فريق صوار الغني ولكن برضو هتفضل نقطة مهمة جدا أستاذ رجائي ومشاهدين معانا فيها ما هو أبو سليم برضو ما كانش خصم قوي والزمالك فاز 1-0 بهدف متأخر ففي حاجة اختلفت بين اللقائين بين لقاء النهاردة الفوز الرباعي المريح وبين لقاء أبو سليم لو بصنا للتشكيل بتاع الزمالك أعتقد أن الزمالك لعب بالـ 11 اللي لو أنت سألت أي حد من الجمهور هتلاقي ده اتفاق الجمهور ممكن الفنيين بيبقى عندهم اختلافات شوية الناس الفنية ممكن يجي يقولك إيه مش كبا لا يبدأ ولا ينزل متأخر مثلا محمد عبد شاف يستحمي لعب التسعين دي ولا لأ ولكن جمهور الزمالك بشكل عام واللعب اللي هو بيفضلها وبيختارها غالبا هي دي الاختيارة يعني غالبا طيب إحنا دينا دي التشكيلة دي طريقة لعب الزمالك دي بداية اللقاء محمود علاء ولا محمود عبدالغاني ولكن زي ما قلت لو سألت الجمهور الجمهور بيميل لعب حمود علاء أكتر من عبدالغاني شوية وإن كان أعتقدوا ما بينهم اختلاف واضح مثلا علاء متباز جدا في الكرات العالية إنما الترنال بتبقى الدنيا صعبة شوية عبدالغاني الكرات العالية بتمثله مشكلة كبيرة جدا ولكن محمود عبدالغاني شاف في زهير الأيصر عمر جابر كان زهير أيمن ولعب دونجة ورؤة الاتنين وده أكبر تغيير عمل ومعتمد جمال من ساعة ممسك الفريق بقى بيلعب باتنين الدفندرات على أساس يدي أمان أكتر للزمالك الدفاعية ولعب أوباما تحت زيزو شمال شيكابالا يمين سيف الجزيري كان مهاجم ده الاختلاف بقى اللي هو زمالك لعب بمهاجم ماتش ماتش أبو سليم كان بيلعب بعمر السيسي ودونجة وكان بيلعب بتلاتة في وراء على حساب المهاجم اللي هو السريح اللي هو سيف وكان أوباما هو اللي أخذ دور المهاجم السريح لأنه النهاردة لعب أوباما تحت سيف فبقى فيه زيادة عددية للزمالك في المنطقة ده صور صور على فكرة زي ما تقول بغاشش طريقة أمبي اللي هو لعب خمسة زي ما أمبي وجه الزمالك لأن أمبي كان أول فريق يوقف الزمالك هجوميا بشكل كبير زمالك كان قبل ماتش أمبي ماشي بشكل إنه حتى لو ما يفص بس بيبقى لي شكل هجوم كبير أمبي جه عمل زي رشدتة مشي عليها الزد وماشي عليها بوسليم فكرة أنت تلعب بخمسة ومقفل أطراف الملعب وبدأ ما بتعمل زيادة على أطراف الملعب ده كانت الرشدتة اللي حاول صور يعملها طبعا فرق إمكانيات برضو بين فرقة زي صور وفرقة بين زد وفرقة بين وزي أمبي حط التنظيم اللي كان موجود لعب صور الثلاثة مدافعين ورقم ثلاثة كان وينج باك شمال ورقم ستة عشرين كان وينج باك يمين وبقت الطريقة خمسة اتنين هم هنا زايدين واحد عشان ده التغيير اللي تم في الشرط الأول هم خمسة اتنين ثلاثة ده كانت طريقة صور وده كانت طريقة الزمالك مش الزمالك كويس جدا سجل الهدفين بشكل استفاد كتير جدا من الزيادات العددية زي ما قلنا مثلا في الجنة الأول أول مع عمر جابر بيروح ناحية اليمين ويرفع زيزو هو اللي موجود مع سيف الجزيل وتلاقي أوباما جاي من وراهم واستفاد من حتة دخول منطقة